أهلا بكم مشاهدين في تقطيع جديدة عن الأحوال الجوية والطقس حيث تشهد حالة الطقس اليوم الثورة استمرار تقاسر السحب المنخفضة والمتوسطة المنطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري يصحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة كما تتقدم أفور السقوط أمطار إلى الداخل لتؤثر على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وبالفعل قالت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم سيكون معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ويكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد أما خلال ساعة الليل سيكون طقس لطيفا في أول ليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء أما أن ظواهر الجوية المؤثرة في طقس اليوم فسيكون هناك أمطار خفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة وتكون أيضا هناك أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة أما عن درجات الحرارة المتوقع خلال ساعات طقس اليوم على مختلف الأنحاء فهي القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمة والصغرة 18 السواحل الشمالية 24 للعظمة والصغرة 17 درجة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 للعظمة والصغرة 20 درجة شمال الصعيد 26 درجة للعظمة والصغرة 14 درجة جنوب الصعيد 28 للعظمة والصغرة 17 درجة ننتقل إلى حالة الطقس في دول الخريج العربي حيث تشهد اليوم تقالبات جوية ومناخية مختلفة ففي السعودية أفادت وكالة الأنباء الرسمية واس بأن طقس المملكة سيطرق عليه انخفاضا في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة على تبوك الجوف الحدود الشمالية وحائل وصحوب رعضية ممطرة على جزان وعسير والباحة ومكة المقرمة والمناطق الشرقية كما لا يستبع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الرياض والشرقية وأشرت الوكالة إلى أن الفرصة متزال مهيئة لتكون صحوب الرعضية الممطرة على أجزاء من مناطق جزان وعسير والباحة ومكة المقرمة وكذلك الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية لفت إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة قد تصل من 15 إلى 35 كم في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 إلى 40 كم في الساعة على الجزء الجنوبي أما في دولة الإمارات فتوقع المركز الوطني الأرصاد أن التقص سيكون صحوا إلى غائم جزئي بوجه عام وغائم أحيانا على بعض المناطق الشرقية والشمالية مع احتمال سقوط أمطار ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط الموج فيه في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان وفي الكويت أيضا قالت إدارة الأرصاد الجوية أن التقص في النهار سيكون مائل للحرارة غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الاتجاه تتحول إلى جنوبية شرقية وخفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 8 إلى 40 كم في الساعة مع فرصة لسقوط الأمطار متفرقة قد تكون راعدية في وقت لاحق وفي الليل سيكون التقص مائل للبرودة وغائم جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة والسرعة ما بين 6 إلى 26 كم في الساعة أما في البحرين فقالت هيئة الأرصاد الجوية أن التقص سيكون معتدل مع بعض الصحب وأن الرياح ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية من 5 إلى 10 عشرة عقد وتصل من 13 إلى 18 عقد أحياناً وأن ارتفاع الموج سيكون من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 في عرض البحر هذه كانت أبرز المستجدات حول الأحوال الجوية والتقص وإلى هنا تنتهي تغطيطنا مشاهدين الكرام نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة